ومازلنا أيضا حول الشأن الأوروبي ومتابعة جولة المستشارة الألمانية أنجلا ماركل في أمريكا اللاتينية والتي تهدف من خلالها إلى إيجاد مزيد من الحلفاء في المجتمع الدولي تجدر الإشارة إلى أن أوروبا والولايات المتحدة فشلت في التوصل إلى اتفاق في قمة نيتو وقمة مجموعة الدول السبعة التي عقدت في أوروبا شهرا ماضي حيث علنت الولايات المتحدة إترى ذلك انسحبها من اتفاقية باريس الأمر الذي يبرز المزيد من الخلفات بين أوروبا والولايات المتحدة قالت ميركل يوم السبت الماضي في المكسيك أن ألمانيا ستدفع توسيع محتويات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك قبل نهاية العام لتعزيز التجارة الحرة من جانبه قال الرئيس المكسيكي أنريكي بنانيتو إن بلاده تدعم التجارة الحرة وستسعى إلى صياغة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وغيره وحول المفاوضات الجديدة القادمة بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية قالت ميركل ان هذه المفاوضات ترتبط بمصالح المانيا ارتباطا وثيقا مع ان برلين ليست من بين الدول التي عقدت اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية هذا وتمثل اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية اتفاقية اقليمية للتجارة الحرة تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انتقدها كثيرا واشار الى انها ادت الى فقدان وظائف التصنيع الامريكية لصالح المكسيك وتعحد باعادة التفاوض بينما اعلنت ميركل خلال زيارتها الى المكسيك تأييد بلادها للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية وقامت ميركل بزيارة الارجنتين والمكسيك مؤخرا حيث قالت فولكس واجن ومرسيدس بينز وسيمينز وباير وغيرها من الشركات المملوكة الالمانية انها ستزيد الاستثمارات في الارجنتين ويعتقد الرأي العام ان زيارة ميركل الى امريكا اللاتينية تظهر مجددا عزمها على الحفاظ على التجارة الحرة في ظل سياسات الحمائية التجارية التي ينتهجها رئيس ترامب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر